مرحبا أهلا وسهلا فيكم على هذه الندوة اللي هي الجلسة الثالثة بنادي القراءة قراءة في كتاب لجمعية تراث بيروت معكم كريمة الليلات أنا عضو مؤسس بجمعية تراث بيروت نحن جمعية طعنا بالقرس المادة والغير مادة لتاريخ وذاكرة بيروت فالنشاط اللي هلا نحن فيه هو نشاط مراجعة كتب العلاقة بتراث وتاريخ بيروت الكتاب اللي لحنحكي فيه اليوم هو كتاب فيه اشكالية كبيرة عليه بلبنان فيه اشكالية كتير كبيرة عليه بالطرح طبعه وبخلاصاته اللي هو موقف البيارتة من السورة ضد السلطان عبد الحميد الثاني وكمان نحن للأسف يعني مسائبة كمان كنا منظمين يعني هذا النشاط وكنا عزمين الدكتور حسان حلاق الله يرحمه فكمان هايدي الندوي اليوم باسمه والله يرحمه كان شخص جدا نشط بما يخص التاريخ العثماني لمدينة بيروت وعمل شغل كتير كبير عن تاريخ العائلات البيروتية فأهل بيروت بيعرفوه من هايدي الزاوية إذا بتكون ودكتور باسم دكتور حلاق الله يرحمه أشرف على رسالة الماجستير تبع دكتور باسم فبس بكلمة مقتضبة عن دكتور باسم هو مؤرخ وباحث في التاريخ العثماني ومهتم بالتاريخ الإسلامي عموما خاصة الأندلسي والمغولي إضافة للتاريخ الكنسي عضو مجبوعة ويكي ميديا بلاد الشام التابعة لمؤسسة ويكي ميديا إداري ومحرر في موسوعة ويكي ميديا العربية يعمل في مكتبة جافت التسكارية في الجامعة الأمريكية في بيروت منذ سنة 2013 محاضر دوري في برنامج جامعة الكبار في الجامعة الأمريكية في بيروت حاصل على الليسانس في الحقوق من جامعة بيروت العربية ماجستار في تاريخ الحديث والمعاصر من جامعة بيروت العربية بتقدير جيد جدا إشراف دكتور حسان حلاق الله يرحمه دكتورة في تاريخ الحديث والمعاصر من جامعة بيروت العربية بتقدير ممتاز إشراف دكتور حسان حلاق نشر كتابين موقف البيارتة من السورة ضد السلطان عبد الحميد الثاني اللي هو نحن بصدده اليوم بدنا نراجعه والعثمانيون وحماية لبنان خلال عصر الأمير فخردين الكبير اللي هو كمان موجود وكمان هذا موضوع لحاله يعني كمان حالياً يعود لنشر كتابين جديدين ينشر دورياً مقالات تاريخية على موقع عربي بوست الكلمة لإلك دكتور وشكراً كثير على شكراً كريم وشكراً لجمعية تراث بيروت على هالفرصة هايدي وشكراً لكم جميعاً على الحضور كنا بنتمنى صراحةً كنت بتمنى من كل قلبي أن الدكتور حسان يكون موجود ويشاركنا اليوم بمناقشة هالكتابة لسيما أنه الدكتور حسان هو أهم شخص أثر أثر علي أنا كمحبلة تاريخ وكباحث وطبعاً هو من أهم القدوات لقالبي هالمجال هيدا إضافة لعدد من المؤرخين الكبار في لبنان والعالم العربي ولكن هو على رأس القائمة كونه كان استاذي الله يرحمه بس إذا بتسمحوا رح أقول عنه كلمة سريعة لا الدكتور حسان الدكتور حسان كان أحب لقب لقله هو مؤرخ بيروت المحروسة وهو صراحة اللي رجع أدرج مصطلح بيروت المحروسة مصطلح قديم مصطلح قديم يعني إذا منشوف بالمؤلفات التاريخية التراثية القديمة لما جميع الناس لما كان مثلاً يختم رسالته يقول مثلاً من القاهرة المحروسة من الكوستنطينية المحروسة من كذا ثم اختفى هالتعبير هيدا بالفترة المعاصرة الدكتور حسان كان مصر على طول بكل مؤلفاته لما يختتم ويقول وين كتب المقدمة وين كذا في بيروت المحروسة فهو كان وسيظل دائماً مؤرخ بيروت المحروسة الأول الله يرحمه الدكتور حسان هو من هو أول شخص استخرج وحقق وسائق بلدية بيروت وسائق بلدية بيروت كان فيه هناك يعني مجموعة من الكنوز المدهونة ببلدية بيروت الدكتور حسان كان من أول أشخاص ياللي استخرجها وحققها ونشرها على مراحل عمله هيدا استغرق على ما أعرف حوالي 30 سنة من وقت ما كان طالب ومن بعد ما بلش يشتغل بالتدريس هالوسائق هيدا استخدمها بنشر مجموعة من الكتب منها شي بيتعلق بالأوقاف العثمانية بمدينة بيروت أوقاف الأهالي ولكن لعل أهم كتاب طلعوا من وراء هالوسائق هيدا هو يعني مجهود حياته كلها موسوعة العائلات البيروتية ياللي بلش فيها من الألف بصراحة ما بعف إذا وصل لآخر جزء يعني ختمها بالياء الله يرحمه فمن خلال هالوسائق هيدا قدر يرجع ويحدد أصول جميع العائلات البيروتية كان هيدا سمرت يعني مجهود طويل متل ما حكيت 30 سنة هو اللي توج فيه أعماله الدكتور حسان كمان كان من أوائل المؤرخين العرب المعاصرين يلي سعوا لتغيير النظرة السائدة عند العرب عموما واللبنانيين خصوصا بمسألة الدولة العثمانية التاريخ العثماني وخاصة السلطان عبد الحميد لأن بعد سقوط الدولة العثمانية سنة 1912 النظرة كانت سيئة جدا جدا 1918 عفوا النظرة كانت سيئة جدا جدا للمرحلة العثمانية بالوطن العربي واستثمر بالإساءة لقلع على مدى نصف كرن تقريبا بلشت الصورة نوعا ما تتغير بخجل بسبعينيات القرن العشرين بلشنا نلاحظ ثم بالثمانينيات القرن انتشرت أكتر وصولا ليومنا هيدا فينا نقول أنا بتقديري على الأقل صار الاسم الأكبر من المؤرخين العرب ميال إلى أنه هالفترة هيدا فعلا ظلمت هالفترة هيدا الاسم السيئ منا أظهر أكتر ما أظهر الاسم الإيجابي طبعا أي دولة بالتاريخ أي فترة بالتاريخ إلى حسناتها وإيجابياتها نحن مرنا ملائكة كل الدول وكل الحكام بشر بيخطقوا بيصيبوا بس من الغلط أنه نشيطن مرحلة بكاملة مثل ما من الغلط أنه نعملها مرحلة ملائكية كمان كتابك بهذا السيئ كتابك ضمن هذا السيئ اللي إعادة تسليط الدوق وتظهير دور السلطن العثمانية على السحل الشرقي إلى البحر المتوسط من المشرق العربي تحديدا مدينة أو ولاية بيروت صحيح تخبرنا أكتر على شو اللي خليك هلأ عرفنا الخلفية شوي على الدافع طبعه ليه بدك كنت تعمل هيدا الكتاب فيك تخبرنا كيف تكونت الفكرة الخطوات وكيف بعدين اشتغلت عليها وبعدين تحكينا عن تقسيم الكتاب وأثره شو كان مدى وأثره على القراءة أنا ببداية كنت يعني وقت كنت بعدني فينا نقول ببدايات تعرفي على هالمرحلة من تاريخ الدولة العثمانية لأن عادة بالمناهج المدرسية ما كنا نوصل لهالفترة هيدا من من التاريخ العثماني كنا نوصل مثلا لسليمان القانوني بعدين ندرس تاريخ لبنان بفترة الأمر المعنيين والشهابيين من جمال باشر ثم ضغر النط لجمال باشر وللمشانئ فهالمرحلة هيدا كانت مجهولة بالنسبة لنا أنا أول مرة قرأت شيء منيح عن السلطان عبد الحميد كان بكتاب الدكتور حسان الله يرحمه موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية اللي هو كان رسالة الماجستير تعيته ثم صارت كتاب من أهم الكتب بالتاريخ العثماني المكتوب باللغة العربية فبتذكر حتى أول مرة ريتوا للكتاب تعجبت أنه فيه إنسان عم يكتب عن شيء عن السلطان عبد الحميد نحن ما بنعرفه بلغة تانية شو القصة وصهيونية وكذا وكل فكرنا نحن أن الصهيونية ظهرت بـ 48 مع فلسطين والتاريخ دي كبه المعاصرة لا كم عادة المعاصرة بحالتنا المعاصرة هيدا صار فبتذكر حتى وقت طلعت عليه للكتاب كنت حتى يعني ما قرأته كراءة مفصلة كنت بس عم هاني عم فلش هيك بسرعة بدي يعرف شو القصة شو في شيء جديد يعني ما عندي أي خبر ما عندي أي علم بهالقصة هيدا شائط الأقدار فيه ما بعد أني لما حبت أني كمل مجسر تاريخ وراحت على الجامعة العربية وتعرفت عليه للدكتور حسان شخصي كان أول مرة بشوفه شخصي إنو هيدا هو الشخص اللي كتب هالكتاب هيدا وكتب مؤلفات تانية كتير مهمة كمان بالتاريخ العثماني وكانت بدي يسجل رسالة المجسر فاجتمعت معه وقته للدكتور وقلت له أني أنا صراحة حابب أني أعمل مجسر بعدين الدكتوراه معه هو كان معجب فيه كشخص وكمؤرخ وقلت له أني معجب بعمله بالدفاع عن السلطان عبد الحميد وعن الدولة العثمانية وكمان معجب بعمله بالدفاع عن بيروت طبعا بيروت متل ما ظلمت الدولة العثمانية بيروت كتير ظلمت وحملت يعني وفينا نقول صبغت بأشياء مخصة فيها فشي بيقهرني كإنسان بيروتي يعني طبعا فقلت له حابب بهالمجال هيدا أني اشتغل أم هو اكترح علي لاش ما بنعمل شي يمزج بين الدولة العثمانية وبين بيروت بنفس الوقت من هالمنطلق هيدا ولدت فكرة ردت فعل ثورة اهل بيروت ثورة الاتحاد والتراكي على السلطان عبد الحميد ردت فعل اهل بيروت بالثورة على السلطان عبد الحميد كانت هيدا رسالة الماجستر تبعته فدكتور حسان حلاق قلو الفضل الاساسي على تكوين الفكرة الاساسية لكتاب هو صاحب الفكرة الاساسية لهالكتاب هيدا وهو اشرف على الاعداد للسنة كاملة سنة وكذا شهر اللي هي كانت فترة البحث وتجميع المعلومات وكانت كل فترة طبعا راجعوا يصحح لي من هون اللي زبت هون لحد ما بعتقد عدت فوق السنة انا يعني السنة لانه حسب قانون الجامعة يمكن يسمح للشخص يجدد كم شهر عدت سنة وشوي وخرجنا برسالة الماجستر وناقشتها بسنة 2015 يعني خدت فيها تقدير جيد جدا وقتا وفيما بعد كانت هي كتابي الأول قررت اني انشره ونشرناه مع دار نلسون عند الاستاذ سليمان بختي بالترسلح على المراجع اللي استعملتهم هل كانوا بس من لبنان اما اضطررت استعمل مراجع بتركية او بمطارح تانية؟ لا انا ما سافرت وقت يعني لجمعت مراجع الكتاب بس انا كان كوني بيشتغل بالايو بي كان المعين الاساسي لجمع مادة الكتاب هو ارشيف الجرائد البيروتية اللي بترجع الاولى القرن العشرين المحفوظة بمكتبة الايو بي بتذكر كنت انا وقت اشتغلت عليه للكتاب كنت البريك بطلت قريبا قريب السنة كنت ما اظهر بريك البريك تاعيتي كنت قضيها بقوطة الريلز انا قاعد عم فتش بالجرائد ونبش وقرانهم جريدة جريدة وعدد عدد لحد ما جمعت مادة علمية مهمة وعلى كذا جريدة يعني سمرات الفنون لسان الحال البارك وغيرة وغيراتها كتير اعتملت يعني بالمقام الاول على الجرائد البيروتية وكذلك على مجموعة من الكتب باللغة العربية واضافة لمجموعة تانية من الكتب الصادرة باللغة الاجنبية بلغات اجنبية مختلفة من اهم الكتب اللي رجعت له اكيد كتاب الدكتور حسان موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية رجعت كمان في كتاب عن ولاية بيروت للدكتور الياس جرجي جراج هذا كان بالاساس اطروح الدكتوراه وعملوا كتاب ضخم جدا هذا كان الكتاب اهميته بالنسبة لقالي انه موفر كتير ارقام موفر كتير كتير ارقام تفصيلية يعني اغناني اني ارجع للمصادر الاصلية من خلاله هالكتاب قدرت اعرف مثلا حسب ما هو حاطة عدد صادرات بيروت بالسنة كذا عدد الواردات كمية مثلا الاكمشة اللي كانت تصنع ببيروت قيمتها قداش كانت تقدر كان من اهم الكتب اللي استعنت فيها كتاب مثلا سمير قصير عن بيروت من اهم الكتب بتذكر كمان كان من اهم المراجع اللي استعملتها في كتب مهمة كتب مثلا كتب الرحالي اللي زاروا بيروت بايام السلطان عبد الحميد مثلا في كتاب اسمه نفحة البشام في رحلة الشام للشيخ عبد الجواد القاياتي هذا الشيخ عبد الجواد القاياتي كان خطيب الثورة العرابية وكان مثل الاهد عرابية اللي صارت بمصر 1881 نعم هيدا الشخص هرب من مصر ولجأ لبيروت ودون اللي شافه يعني بكتابه في مشاهدات قيمة جدا هلا في يعني ممكن نحنا نحس انه في مبالغات ببعض المحلات بالنهاية هو من بيروتي يعني هو الصوطن لفترة بس يعني في شغلات مصيرة للاهتمام هو بيقوله مثلا اذا بذكر لكم شغلي هدي علقة براسي هو بيقول مثلا انه ما شاف ببيروت كتير خمارات وما شاف كتير بيوت للدعارة عكس مصر عكس مصر هيدا من المفارقات الغريبة هو ما شافش هو ما شافش هو ما شافش فهيدا كان من الكتب كمان المهمة جدا اللي استعنت فيها بدي اسألك دكتور على تقسيم الكتاب يعني انت الكتاب كيف مقسمه كمنهج او كثيمز يعني ولا اعتمدت هذه الطريقة لتقسمه للكتاب الكتاب مقسم لثلاث فصول الفصل الاول عن اوضاع بيروت خلال عهد السلطان عبد الحميد انا رأيت انه لحتى يعني لو اوصل للمرحلة لشوف فيها شو كانت ردة فعل الناس من الثورة على السلطان لابد انه نشوف الناس كيف كانت عايشة بالاول كيف كان وضع المدينة هل هالشي رح يدفع الناس انه تحبوا لهالشخص تحب الحكومة او رح تكون ناقمة عليها او في عندها موقف منها يعني لا نفهم بالاساس ليش الناس عملتهاك كيف كان الوضع بيروت وحفظ من الناحية الاقتصادية خلينا نقول بيروت ايه كان اذا تسمحوا لي اقرأ لكم هالاقتباس هيدا الاقتباس لالاب لويس شيخه اللي هو عاش بزمن السلطان عبد الحميد بيقول ليست مدينة نالها من الرقي الاقتصادي ما نال بيروت من السنة 1860 الى عهدنا عهدنا هلا هو توفى سنة 1927 يعني عهدنا اكيد قبل هالفترة هيدا يعني فان الوسائل المتعددة التي انشئت في هذه المدة لتعزيز تجارة بيروت وترويج معاملاتها مع الداخلية ومع البلاد الاجنبية وتحسين امورها الصحية بلغتها درجة من التقدم لم تعرفه في الاجيال السابقة حتى في عز مجدها في عهد الرومان بيروت عموما انتهى اقتباسه لاب لويس بيروت عموما بعهد السلطان عبد الحميد تحديدا عرف يتنهض بمختلف المجالات لأسباب مختلفة منقيس هالشي على كلام كمان لاب لويس شيخه بيوصف بيروت قبل عهد السلطان عبد الحميد بيقول كان الذي يرى بيروت بعد موت الجزار يكاد يتشاؤم بمستقبلها الجزار هو احمد باشا الجزار والي عكا المشهور اللي تصدى لحملة نابوليون اللي عنده مجازر بالجنوب كمان بجنوب لبنان عنده مجازر شنين عنده مجازر وما كان اخوني عنده مجازر بالجبل وما بدكر عنده سيئ السيد جدا جدا انا صراحة بس على الهامش هيدا هيدا الزلم احمد باشا الجزار انا بعتبره رغم انه جزار ما احدا بينكر يعني اقتيل القطلة بس كان الرجل المناسب بالوقت المناسب بالمكان المناسب كان شخصية مهمة كان شخصية مهمة يعني صراحة كان وجوده بهالمنطقة بالذات بهالفترة بالذات ضروري كان سيئ على بيروت على مدينة بيروت بالذات كان كانت حالة مزرية اه 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 كانت حالة مزرية مش بسببه هو تحديدا كان فيه عدة اسباب يعني ما بدنا نتوسع كتير بالموضوع بس هو فيه عدد هو القصد انه من بعد ما هو ترك بيروت اوضاعة كانت سيئة جدا اه اه يعني بيروت كان بوقتها مجرد قرية حتى مش بلدة كانت قرية اه ما ظهرت مظبوط ونميت الا بعهد السلطان عبد الحميد اه كان اه طبعا هايدي الى اسباب اه مهمة جدا بيروت صارت عاصمة ولاية جديدة سنة 1888 اه كانت بالبداية بيروت جزء من ولاية دمشق ثم اللي غيرولها اسمها صارت ولاية سوريا اه ثم بعدان بالالف وثمانية وثمانية صدر قرار من السلطان العثماني من السلطان عبد الحميد بخلق ولاية جديدة مركزها مدينة بيروت سمت بولاية بيروت الهدف من وراء ذلك حسب ما بيقول الامير شاكيب ارسلان انه مدينة بيروت ازادت اهميتها وصار الى موقعها المميز الاستراتيجي وما الى ذلك يعني بس على ارض الواقع انا برأيي فيه سببان رئيسيا حتى انشأوا ولاية بيروت السبب الاساسي انا برأيي من جهة نظر امنية للدولة العثمانية انه بوقتها كانت متصرفية جبل لبنان انشئت ومتصرفية جبل لبنان كان المتصرف فيها مستقل تقريبا استقلال شبه اداري فينا نقول ما انه مضطر يرجع لاي والي باموره بيرجع ضغري مباشرة على اسطنبول ومتصرفية جبل لبنان انشئت مش بارادة الدولة العثمانية لحالها انشئت بارادة الدولة العثمانية واغلب الدول الاوروبية وعلى رأس فرنسا والمتصرفية كانوا الاوروبيين عم يلعبوا فيها لعب يعني العملاء مشيطين بشكل مقزز يعني كانوا بالمتصرفية وعم يلعبوا بقصة الطائفية وكذا فانا برأيي انشاء ولاية بيروت بهالفترة بالذات بيعقص انه الدولة العثمانية كان بده والي او كان بده المتصرفية تكون محاطة بولاية تانية اقرب ووالي اقرب لا يقدر يتصرف اسرع بحال صار ما صار وفيه سبب تاني اللي هو برأيي كمان مهم بس يعني اقل اهمية بالنسبة للدولة العثمانية من هداك طبعا متصرفية جبل لبنان مكان الا مرافق على البحر كان فيه مرفق شكة بعد فيه مرفق تاني بعتاد بس مرفق شكة منه مهيق لا يستقبل السفن الكبيرة ومنه افضل المرافق يعني لحتى تجارة الجبل تتصدر منه فكان لابد يكون فيه مرفق تاني مهم بوجود يعني فيه سلطة مركزية قوية لحتى يقدر يخدم اقتصاد الجبل كمان لان منشوف كمان شيء انشئت ولاية بيروت من اوائل المشاريع اللي صارت توسع المرفق نعم توسع مرفق بيروت وصار احسن مرفق بالديار الشامية لا استقبال السفن الكبرى يعني كانت السفن اللي ترسي بمرفق بيروت ما تقدر ترسي باي مرفق تاني على ساحل الشام يمكن باستثناء حيفا ومعروف لليوم اهم مرافق بلاد الشام هن مرفقان بيروت وحيفا رغم انه كل المرافق التاني مستصلحة يعني اقلوا بسوريا بس اقل اهمية من مرفق بيروت ومن مرفق حيفا فالمرفق هو اللي جعل توسيع المرفق هو اللي ادى لازدهار الحياة بمدينة بيروت توسيع المرفق ادى بالتالي لازدياد الصادرات ولازدياد الواردات سمح بيرسوه سفن اكبر السلطان عبد الحميد كمان لان اهتم بالسكك الحديدية عموما مشروع سكة حديد الحجاز كان جزء من السكك الحديدية ده يمكن هو اهمة لان نسهل على الناس كتير انه انه تسافر وتروع على الحاجة يعني ان احنا هلأ منقرأ اليوم نوعا ما مضحكة القصة صارت انه انا قريت بيحدى الجرائد وقت كنت عم اعدت الكتاب و اول ما افتتحوا سكة حديد الحجاز يكتبوا بتعجب انه صار الواحد بيروح من دمشق للمدينة المنورة بستة ايام بستة ايام من قبل كان يعني بده ستة شهر روحة ستة شهر راجعة ويمكن ما يرجع طيب لكان هلأ نحنا هدي اول فصل من كتابك سبب ازدهار مدينة بيروت توسيع المرفأ بالتجارة من الجبل لبنان وقت حصوه الفصل الثاني شو عنوانه شو؟ الفصل الثاني انا تطرقت فيه لأسباب الثورة على السلطان عبد الحميد لاش اساسا الثورة يعني اللي بدنا نحكي عن موقف اهل بيروت منا لاش اساسا صارت ضد السلطان عبد الحميد حكيت فيها بداية عن عهده هو وكيف كيف تولى الحكم وشال الظروف السياسية والظروف الدولية اللي كانت موجودة انا زاك اللي قدت بنهاية المطاف لها الشي هيدا السلطان عبد الحميد حكم الدولة العثمانية 33 سنة السلطانة تبعيته تقسم لثلاث ادوار الدور الاول بيسموه دور المشروطية الاولى المشروطية باللغة التركية هي معناتها الدستورية الفترة الدستورية الاولى هيدا متدت سنة سنة واحدة كان فيها دستور للدولة العثمانية كان فيها برلمان ثم السلطان عطل العمل بالدستور وعطل العمل بالبرلمان بلشنا المرحلة التانية او الدور التانية اللي يسمى دور الحكم المفرد اعداءه للسلطان او خصومه او حتى بعض المؤرخين المحايدين حتى او حتى اللي يدافوا عنه انه هادي تسمية سبتت بسموه دور الاستبداد بسموه دور الاستبداد هيدا دام 30 سنة هيدا الكويك بيحكي عنه دفلك ايه بسببه ايه ايه بسببه ايه فضايم 30 سنة هون كان السلطان حاكم مفرد عمل كتير مشاريع خلال هالفترة هيدا كل مشاريع اللي احنا بنعرفها كلها صارت بها الفترة هيدا بس كانت فترة مضطربة جدا مضطربة جدا على الصعيد السياسي حتى على الصعيد الثقافي والفكري فينا نقول على الصعيد السياسي مثلا صار في حرب بين الدولة العثمانية وروسيا الحرب هيدا دامت ما يقرب من 10 سنوات روسيا وقتها تقدمت لحدود اسطنبول الناس وقتها بلشوا يعدوا العدة ان الدولة العثمانية رح تسقط حرب القرن داخلها؟ لا هيدا من بعدها هيدا انتهت الحرب بمعاهدة مشهورة معاهدة سان ستيفانوس او بقولولها كمان سان ستيفانوس هيدا معاهدة مزلة جدا كانت للدولة العثمانية فيما كمان بأيامه للسلطان عبد الحميد صار مؤتمر برلين الشهير اللي اجتمعوا فيه كل الدول الأوروبية وقرر انه هيدا دولة لا تستحق الحياة الدولة العثمانية من اهم شيء اهم شيء صار بالنسبة لمؤتمر برلين انه بريطانيا اي سنة مؤتمر برلين؟ 1870 1888 كانت بريطانيا قبل لهالمؤتمر هيدا كانت هي اللي تدافع عن الدولة العثمانية بأوروبا طبعا مش حبا فيها بس هي بريطانيا كانت شايفة انه وجود دولة اسلامية ضعيفة بالمنطقة اسهل من قيام دولة قوية على انقاضها لحتى أوروبا تحقق مصالحها على حسابها من بعد مؤتمر برلين ومن بعد الحرب مع روسيا هيدا اللي عم نحكي عنها تبين لبريطانيا انه هيدا الدولة غير قابلة للحياة اساسا والاصلاحات فيها شبه مستحيلة فوقتها بريطانيا رفعت الغطاء عن الدولة العثمانية بأيامه مثلا كمان للسلطان عبد الحميد كتير من البلاد والاقاليم بالبلقان انفصلت نهائيا عن الدولة العثمانية في شيء اخدته النمسا في شيء هن استقلوا بدعم من روسيا مصر صار انفرض عليها الاحتلال البريطاني لمصر تونس كمان وانفرض عليها الاحتلال الفرنسي كذلك من اهم الشغلات اللي صارت على ايامه للسلطان عبد الحميد كما حكينا هي مد سكة حديد الحجاز اللي حكيت عنها من اهم المشاريع تقريبا اللي عملها واللي جابت له شعبية كتير كبيرة بالعالم الاسلامي حتى البعض لو بنشوف مؤلفات هذه الفترة الصادرة بالهند بعض اللي صادرة عن دور نشر اسلامية بالهند كلها مديح وشكر وامتنان للسلطان عبد الحميد يعني حقق شعبية كتير كبيرة من ورا هالمشروع حتى كان في عنده مشروع تاني بس ايدا ما افسر النور يعني مشروع بسموه بالانجليزي البي بي رايلوي اللي هو برلين بغداد رايلوي كان ناوي يعمل سكة حديد بتربط برلين ببغداد مرة باسطنبول بس ايدا المشروع متم متم كان خلي على السلطان قبل منه كمان من اهم الامور اللي صارت على ما فيها ننساها يعني صارت بأيام السلطان عبد الحميد مجازر الارمانية اللي بيحبوا يسموها المجازر الحميدية وقيام الحركة الصهيونية كل ايام المعام ومجازر كمان؟ بلا بس نحكي بالتفاصيل نحكي بالتفاصيل نعم الحركة الصهيونية ظهرت بأيام السلطان عبد الحميد بزعامة تيودور هرتسل ومجموعة من المفكرين اليهود وقرروا انهم يعملوا وطن قومي لليهود بفلسطين وفلسطين اللي هن بيقصدوها مش فلسطين اللي نحنا بنعرفها اليوم مش بحدودها اليوم هن بيقولوا عن فلسطين اللي قصدوهم فيها ارض كنعان يعني فلسطين الطبيعية اللي بتمتد من العريش بسينة لصيدة لصيدة بجنوب لبنان بالاضافة لشرق الاردن المنطقة الخصبة من الاردن يعني هاي دي كل هاي اللي كان بدهم الصهيونة يعملوا فيها دولة بالاساس من مشهور جدا انه تيودور هرتسل جرب اول شي من خلال المنظمة الصهيونية يحصل على فلسطين سلما من الدولة العثمانية حتى بمقابل مادة السلطان عبد الحميد حسب المشهور عنه والموسق بعدة كتب انه رفض 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 كامل انه يبيع الفلسطين لليهود حتى في من اهم الاقتباسات يلي منقولي عن لسانه للسلطان عبد الحميد اذا بقرالكم هاي دا الاقتباس ورد بكتابه للدكتور حسان بس ما بعرف لاش انشهر اكتر بكتاب صحوة الرجل المريض لموفق بني المرجة هو بقول هاي دي عن لسان السلطان عبد الحميد انصحوا الدكتور هرتسل بان لا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع فانني لا استطيع ان اتخلى عن شبر واحد من الارض فهي ليست ملك يميني بل ملك الامة الاسلامية التي جاهدت في سبيلها وروتها بدمائها فليحتفظ اليهود بملايينهم واذا مزقت دولة الخلافة يوما فانهم يستطيعون انذاك ان يأخذوا فلسطين بلا ثمن اما وانا حي فان عمل المبضع في بدني لأهون علي من ان ارى فلسطين قد بطرت من الدولة الاسلامية وهذا امر لا يكون انني لا استطيع الموافق على تشريح اجسادنا ونحن على قيد الحياة هاي دي يقال ان السلطان عبد الحميد قاله بعتقد للصدر الاعظم انه يبلغوا اياها التي يدوره رتسل لان السلطان عبد الحميد كان عم يتبع مع تيودوره رتسل ما يسمى بالزل الدبلوماسي يعني بيجي لعنده هو بده يقابله للسلطان بده يحكي معه حطه خمسة ساعات ما بيقابله يمكن ما يقابله كل النهار بيروح وبيجي بقو سيدوره رتسل كان عنده صبر عجيب يعني بيروح بيرجع بيجرب مرة واثنان وعشرة وعشرة بده ياخد اللي بده اياه من السلطان هو حسب ما يذكر يعني ان السلطان لما كان يقابله بالكاد كان يحكي يعني يتسمى عليه بس شو عم يقول يعني لا يقول خليد اللي بدلوي يعني يعني عفوا كانت فترة مضطربة نوعا ما بس لمدينة مثل بيروت ومثل اذا بدك المشرق كان يعني العكس تماما كانت لمدينة مثل بيروت كانت معطول ازدهار فكان لصالح يعني وجوده ورغم القصص اللي صارت له هلأ شرحت لنا اياها كانت هيدا لمصلحة مدينة مثل مدينة بيروت خبرنا على الفصل الثالث اذا بدك اياه وين بعدين رحل الفصل الثاني يعني الفصل الثاني بينتهي عند عزل السلطان عبد الحميد على يد جامعية الاتحاد والترقي اللي هين نصبوا المشانئ بستة ايار جامعة الاتحاد والترقي هدول حزب قومي متطرف قدروا عبر انتخابات برلمانية ديمقراطية يوصلوا للحكوم كيف وصلت لقدروا يطلعوه يعني من ايده من ايد السلطان عبد الحميد الدور الثالث من دوره للسلطان عبد الحميد هو اللي بسمى دورة الدور المشروطية التانية او الفترة الدستورية التانية وكمان دامت قريب سنة ونص سيدة هالفترة من ضمن المشاكل اللي خلال عهده للسلطان عبد الحميد ظهور جامعية الاتحاد والترقي هيدا حزب قلفوه جماعة من الشباب بين هلالان اتراك يعني منقول اللي كانوا عم يدرسوا برا وبعض المفكرين السياسيين البارزين وكان عم ينادي بافكار يعني براقة رنانة للناس مساواة والمواطنة والاخوة ونبذ التفرقة ونبذ العنصرية متأسرين كتير بفرنسا كانوا كتير متأسرين بفرنسا متأسرين بالحياة البرلمانية والسياسية باوروبا وكانوا عم يناديوا بحياة برلمانية بالدولة العثمانية بحيث ان السلطان يصير كيف هلأ الملكي ببريطانيا يعني يملك ولا يحكم صورة ولا الحكومة هي اللي بتحكم والبرلمان اغلب الناس طربت لهالكلام هيدا وايدت جامعة الاتحاد والترقي حتى اغلب العلماء المسلمين ايدوا هالكلام لسبب لان بالاسلاميا الحكم البرلماني او النظام البرلماني اقرب للحكم الشوري بالاسلام بالاسلام لا يفترض ان الحاكم يكون ايا كان خليفة سلطان ما المفروض يكون منفرد برأيه لازم عطول يكون فيه اهل الحل والعقد او اهل الشورى هالمفارع ما كثير العلم تحكي عنا على فكرة عن النظام البرلماني ونظام الشورى مليانة جرائد هديك الفترة مليانة منهم الشيخ احمد طبارة مثلا بمحاسن النظام البرلماني لانه بقيد من من صلاحيات السلطان وبيصبح بمسائلته الناس فيها تسائلوا ساعتها طبعا هذا يفترض يكون فيه درجة من الوعي السياسي بالدولة يعني اذا ما فيه وعي السياسي ده كله حبر على ورق فبالنهاية السلطان يعني الاتحاد والترقي حصدوا شعبية كتير كبيرة بكل البلاد العثمانية بدون استثناء كان عندهم شعبية جارفة حتى بيروت اقوى حزب فيها او اقوى طيار فيها كان الاتحاد والترقي في هداك الوقت في ناس بيرت كانوا اتحاد والترقي العياد معروفة يعني فيه ناس كانوا متعاطفين مع الاتحاد والترقي هلأ صراحة ما بذكر اسماء معينة يعني بس انه كان فيه تعاطف قوي انا بذكر الشيخ احمد طبارة تحديدا شيخ الاتحاد والترقي كان كتير متعاطف مع الاتحاد والترقي طبعا اي دولة يعني بلغوا بمرحلة من القوة ان الاتحاد والترقي صاروا الحاكمين فعليا على ارض الواقع اضطر السلطان تحت طائل الضغوط انه يعيد العمل بالدستور اعاد العمل بالدستور صار فيه انتخابات برلمانية نجحوا الاتحاد والترقي وهيمنوا على البرلمان وقت هيمنوا على البرلمان صار السلطان يملك ولا يحكم صار العوبة بين باديون اغلب صار فيه حادثة سميت بهديك الفترة بالحادثة الارتجاعية اللي هي صار فيه مظاهرات باسطنبول من طلبة العلوم الشرعية باسطنبول وبعض العسكريين عم يطالبوا بالعمل بس بالشريعة الاسلامية انه هيدا النظام البرلماني وكذا منافي للشريعة والى اخره وصار فيه معركة بالسلاح قتل فيها بعض الاشخاص منه النواب منه النائب هو عن بيروت بس كان من اللادئية عن ولاية بيروت يعني فهالشي هذا كل اتهم فيه السلطان عبد الحميد انه هو اللي دبروه معنو ما في دليل ما في دليل قاطع ان السلطان عبد الحميد هو اللي دبر هالانقلاب هيدا فصميت الحادثة بالحادثة الرجعية والجرائد عنا هون كانت يعني طبلت فيها الجرائد وقتها هيدا الحادثة نتيجتها خليع السلطان عبد الحميد جمعية الاتحاد والترقي الحاكم البرلمان هو البرلمان أصدر قرار بالإجماع أنه السلطان لابد أنه يخلع وطلبوا فتوى من شيخ الإسلام ضياء الدين أفندي ضياء الدين أفندي فيه ناس بيقولوا أنه كان من الاتحاد والترقي أساساً متأثر بفكرهم وفيه ناس بيقولوا أنه ضغطوا عليه الاتحاد والترقي غسماً عنه يعني طلع الفتوى هي فتوى مضحكة صراحة لأنه كل شيء جاء فيها للفتوى ما عملوا السلطان عبد الحميد وفتوى ما خاصة باللي صار أصلاً يعني أنا عمقول صارت حادثة عسكرية راح فيها شوية قتلة الفتوى بتقول إذا كان زايدن الذي هو إمام المسلمين قد أمر بإخراج وأحراق بعض الكتب الشرعية وإطلاف بعض الكتب الأخرى وأهرق دماء الأبرياء وكذا إلى آخره هل وصار وجوده فيه مضر أكبر لعموم المسلمين أكثر من رحيله فهل يجوز خلعه فبيكتب بحط آخر شيء يجوز والله أعلم ما خاصة باللي صار ما خاصة باللي صار الفتوى فأرسلوله الاتحاد والترقي أرسلوله أربع أشخاص للسلطان عبد الحميد بس أنا هون حاطت صورتهم خلينا هاو اللي ظاهرين بالصورة أبيض هن هدول اللي إجو ليبلغوه للسلطان عبد الحميد لقرار العزل فيه صورة تانية شبيهة لقلة بس مرسومة بيرسموا السلطان عبد الحميد جنبهم بقى هديك رسم ما خاصة هدول عارف حكمة باشا اللاز كان قائد عسكري عاللاز من من لبنان لا هدا اللاز هن اللاز هدول قومية دول شعب شعب اللاز فاللي عنا أصلا من هنيك فعارف عارف حكمة باشا اللاز أرام أفندي الأرمني عمانوئيل قراسو اليهودي وأسعد طبطاني الأرنقوطي أرنقوطي ألباني كانوا تابعين للدولة العثمانية بس كان الاتحاد والترقي متغلغل بألبانيا بشكل رهيب يمكن من أكثر مناضق الدولة العثمانية اللي كان فيها تغلغل للاتحاد والترقي فهن أجو بلغوه حسب يعني حسب مذكرات بنته للسلطان عبد الحميد اللي كانت شاهدة على هالشياء انه وقفوا حيوه هيك بلا نفس انه عم يحكموا معه قالوا له الشعب عزلك قالوا لا خلعني الشعب ما عزلني وقريوله الفتوى قالوا ايا كتب شرعية انا حرقتها مهم يقال انه اخر شي قالوا السلطان عبد الحميد قالوا انا صار لي 33 سنة عم جرب اخدم الدولة وما حدا عم يسلط الضوء الا على عيوبه ويعني بيوم الايامه رسول الله هو من سيحاكمني وانا رح اوقف بالنهاية اتحاسب متلي متلكون شو بدي اعمل بابا قادر اعمل لايك فبترك اللي عملته لتقدير الحق تبارك وتعالى وهي دي خلع السلطان عبد الحميد ونصب مكانه اخوه محمد رشاد اللي كان قلعوبه طيب قبل اخر واحد هلا منوصل لصلب الكتاب موقف البياريتة من هيدا الموضوع كيف كانوا بيرتم السمين عهيك موضوع اذا منشوف صراحة الجرائد بهديك الفترة ردة فعله على خلع السلطان عبد الحميد يعني شي مناقض تماما للي كانوا عم يقولوه قبل خلعه قبل خلعه يعني السلطان العظيم الرهيب امير المؤمنين شي خلعوه ما لزة وطاب من اهانات وشتائم للسلطان يعني يعني مثلا انت مرة قلتل قلتل مثلا المثقفين كان عندهم توجه معين يعني عامة الشعب كيف يعني ببحثك انت شو بيان معك بطبقات الاجتماعية كيف كانت هلا انا اقدر اتميز بين فينا نقول طبقة المثقفين وطبقة عامة الشعب وبالحالتان قسمتهم لموقف المسيحيين وموقف المسلمين وفينا نقول موقف المسلمين بين هلالين العلمانيين والمسلمين المحافظين المتدينين وحتى المسيحيين موقف الكاثوليك وموقف الارتودوكس نعم بالنسبة للموقف الطوايف الكاثوليكية عموما هو موقف سلبي موقف سلبي لان بالاساس كان الموقف سلبي من قبل السلطان عبد الحميد لرواسب تاريخية وبسبب دور اللعبته فرنسا باسكاء هالعداء الكاثوليكي للدولة العثمانية ولان فرنسا كان عندها امتيازات كبيرة بالدولة العثمانية من ايام السلطان سليمان القانوني استغلتها لا تحصل على ولاقات المسيحيين الكاثوليك بكل البلاد العثمانية لا لا ولا تحقيق مصلحتها بالمقابل فموقف المسيحيين الكاثوليك عموما كان سلبي راح اقرأ شغلة بيقولها دكتور جورج حنة هذا الدكتور جورج حنة طبيب من بلدة الشوايفات خدم بالجيش العثماني بالجيش الرابع بالحرب العالمية الاولى بس بيقول شغلة مهمة من قبل بس راح اراها اقتباسا مصدرك من وين جورج حنة؟ هذا كتاب اسمه من الاحتلال الى استقلال لبنان في ربع قرن بيقول كانت معاهد الارساليات الفرنسية تسعى جهدها وتبذل جهودها لتنشر مع العلم محبة فرنسا والاخلاص لها والسعي لإدخال الروح الفرنسية في نواحي الحياة اللبنانية كان الطالب فيها يدرس تاريخ فرنسا وأمجادها وجغرافياتها وتقاليدها وأداب كتابها وشعرائها غير عابئ بشيء من حالات بلاده مهملا لغته مزدريا تاريخ وطنه محتقرا عادات قومه اللغة العربية ليست إلا فرعا مهملا في برنامج دروسه لا بأس من الرصوب فيه وقت الامتحان ومعرفة شيء عن أدب العربية والتعاليم القومية ليس فقط أمر لا لزم له بل هو شيء غير مستحب إذ هو لا يوافق الروح التي يزرعونها في صدره هيدا عم يحكيه عن المدارس الفرنسية كيف كانت تتعامل مع طلابها فهيدا طبعا بيعكم سلاش رجال الفكر اللي يتخرجوا من هالمدارس هيدية أو اللي كانوا شايفين فرنسا قدوة هيدا سبب رئيسي طبعا يعني أكيد في أسباب تانية كانت اقتصادية وغير هيك ممكن حرمان مناطق إلى آخرية بس هيدا من الأسباب الرئيسية أما بالنسبة للطواف الأرتودوكسية مثلا الطبقة المثقفة فيهم أنا حسب ما شفت كانت منقسمة لأسمان كمان في قسم كان نفس الفكر الكاتوليكي موقف سلبي تماما من الدولة العثمانية في قسم كان شبيه بالموقف الإسلامي المحافظ حتى السبب بهالشي هيدا تاريخي لأن الأرتودوكس كانوا ينظروا للدولة العثمانية تاريخيا ولا الدول الإسلام اللي ظاهرت قبلها أن هي درع بيحميهم من تقدم الغرب الكاتوليكي على حسابهم لأن هنه كان يخافوا أي كنائس كاتوليكية تقوم وتتفرع على حساب الكنائس الارتودوكسية فهالحماية هيدا كان عطول عندهم مظهر من مظاهر الولاء للسلطة القائمة لأنه بيعتبروها درع بوجه هالمحاولات هيدا لأن هي بالنهاية عم تحارب الغرب أو هي صد ثقافي بوجه الغرب فكان موقفهم يعني ألطف نوعا ما مش الكل طبعا يعني مثلا بيترو تراد اللي صار رئيس الجمهورية كان عنده مواقف سلبية جدا للدولة العثمانية حتى شارل دباس شارل دباس حتى كان مسافر على فرنسا كان من ضمن الناس اللي ما مرغوب فيهم يمكن بالدولة العثمانية بس بقول مثلا فرح أنطون مفكر فرح أنطون بيقول نحن لسنا مسؤولين عن أعمال المسيحية الغربية إن ولائنا هو للشرق وقد عشنا دوما أوفياء للسلطان شغلة تانية بيقول الدكتور أنيس فريحة الأديب المشهور كان أستاذ بالجامعة الأمريكية هايدي قاله هو فيما بعد بعد سكوط للسلطان عبد الحميد بس منقيس عليها كيف كان الوضع بأيامه للسلطان عبد الحميد وهي صراحة شغلة مضحكة يعني بيقول أنه أهل قريته هي قرية رأس المتم لأنه يبدو أغلبهم أرتوديكس وقت صارت الحرب العالمية الأولى كانوا قاعدين عم يدعوا لروسيا بالنصر وللدولة العثمانية بالنصر مع أنه الدولة العثمانية وروسيا كان عم يحاربوا بعضهم عم يدعوا لروسيا لأن روسيا دولة أرتوديكسية وهي حامية الأرتوديكس بالدولة العثمانية وعم يدعوا للدولة العثمانية بالنصر معدين حالا أنه مواطنين عثمانيين بيعتبروا حالا أنه هن من رعاية الدولة العثمانية فهيدا بالنسبة للموقف خليلا نقول المسيحي الموقف الإسلامي الموقف العموم المسلمين الفئة أنا اللي سميتها للفئة العلمانية هي مش علمانية بمفهومنا المعاصر يعني كانت مؤيدة للانقلاب بحجة انه هالشي رح يدخل الحياة البرلمانية على الدولة رح يقضي على الاستبداد رح نقدر نتشبه شوي بأوروبا رح يكون فيه مساواة أعيان بيرت من عيال المعروفة حكيوا بصوت عالي بهذا الموضوع؟ لا بالجراية تحديدا ما أنا ممرأ معي شخص حكي بس انه الجريدة كانت هي بلسان المحرر طبعها أو الرأي يعني الرأي اللي هو بيوجهه وفي عنا الفئة الأولى فئة المسلمين المحافظين هدول بخجل كانوا معارضين لفكرة الانقلاب على السلطان عبد الحميد عساس انه هو الخليفة وهو الحاكم وملازم يعني مثل انه يتبهدل بها الطريقة هايدي وما إلى ذلك ولكن حسب اللي تبين يعني بعد خلال ثلاثة شهر تقريبا من الانقلاب بعد ثلاثة شهر بس من الانقلاب ضغري تغيرت الرؤية تجاه الاتحاد والترقي بالجرايض مباشرة وصاروا ضغري يترحموا عايب والسلطان عبد الحميد ثلاثة شهر ثلاثة شهر بعد ثلاثة شهر لأن الاتحاد والترقي والتولوا الحكم أول ما تولوا الحكم كان هن فكرا عن المواطنة العثمانية مختلفة عن فكرة الناس عن معنى المواطنة هن الاتحاد والترقي كانوا شايفين أنه حتى تكون مواطن بالدولة العثمانية مواطن صالح لابد أنه يكون ولائك للدولة أولا للدولة أولا ما خصك لا بطائفتك ولا بملتك ولا بقوميتك ولا بدينك ولا بشي العالم عنا هون بالذات ما كانوا فهمانين هاي كانوا فهمانين أنه الحكم البرلماني والفكرة الدستورية وكذا رح تكفلهم معتقدهم الشخصي أنه أنا حر يكون انتمائي أول شي لطائفتي حر يكون انتمائي لملتي ما فهموها بهالشكل هيدا يعني بيقول مثلا خاصة المسيحيين بالذات كانت لاقيه هالحكي اللي كانوا دعمينها الاتحاد والطرقي لاقيه الشي اللي عميناده فيه خيبة أمل كبيرة جدا فإذا كان بقي عندهم شوية أمل بالبقاء بالدولة العثمانية أو الانتمالة إلى هالشغل اللي عملوها الاتحاد والطرقي قد يتعليها تماما فالناس اللي كانت يمكن بدأت طالب فيما بعد بفرنسا على خجل هلأ صارت بالطالب بكل راحة خلاص صار بدنا البديل ماعد فينا نستحمل مثلا بيعطيت بلسان الحال بيذكروا مثلا انه انه ما شفنا شيء انه عايام السلطان عبد الحميد بيقوله كان الوضع العلمي ببيروت بأحسنه شفنا قديش لحاله عمل كذا مدرسة وفتح ما بعرف شو هو حارة بالجهل بينما الاتحاد والطرقي قديش صار لهم حاكمين بعدهم لهلأ مسكرين مكتب الصناعي الحميدة ولهلأ ما فتحوه ولا فتحوه لنا مدرسة فالعالم اتبدلت نظرته للاتحاد والطرقي فورا بالمقابل الاتحاد والطرقي لأن كثير منهم كانوا متأثرين بالفكر الثوري الأوروبي اللي هو عنيف مثل الفكر الثورة الفرنسية وكثير منهم كانوا عسكر العسكري طبعا منه سياسي لا بياخد ولا بيعطي فصاروا أكثر تشددا وأكثر تصلبا بالتعامل مع الناس وتحولت بقولولك فكر الاتحاد والطرقي تحول من القومية العثمانية للقومية التركية القومية التركية المتطرفة وفرضوا ساعتها هايدي اللي بنسميها هون سياسة التتريك اللي بيحكوا عنا اللي بيجيبوا لنا ياه مقطوشة هنه هنه ما فرضوا سياسة التتريك هيك من لا شيء هنه لأن كان بالأساس لقوا العالم انه ما عم تتقبل فكرة القومية العثمانية تبعيتهم ورفضتها تماما هنه أساسا واضح انه الناس ما بيتحاكوا بدهم يفرضوها بالقوة ساعتها فرضوا هالقومية هايدي اللي سميت بالتتريك لأن كل الناس كانت رفضتها مع اداهن هنه وجمهورن فطبعا ازدادت النقمة اكتر على الاتحاد والطرقي اللي توجت فيه مبعد بالإعدامات اللي صارت ببيروت طبعا زاد الطين بله انه قامت الحرب العالمية الاولى بهذاك الوقت صار فيه ناس تتخابر مع فرنسا وناس تتخابر مع بريطانيا مما سرع من وطيرة الاتحادات اكتر واكتر واكتر والله المجازر العالمية هم لأ فيه قسم اللي صار بالسنة الخمسة عشر وفيه القسم اللي هن بيحبوا يسموه المجازر الحميدية هدا اللي بسبب التدخل الروسي وطا الروس هن اللي كان اللي اندور به المجازر وبعد ما اطبعت كتابك شو كان الاصداق للناس اللي انت بملاحظتك من الناس شو كانت المعظم اللي عمت من اصداق هلا انا لاحظت يعني او شبه اجماع خلينا نقول ما بدي اقول اجماع يعني حسب الناس اللي حكيوا انه الفصلان التاني يعني الفصل عن اسباب الثورة عن السلطان عبد الحميد وردت فعل اهل بيروت لاقوا استحسان كبير الفصل الاول اللي بيحكي عن بعض الامور وفي قلبه ارقام عن تجارة بيروت وعن كذا وعن كذا يعني صار فيه شوية حكي هكي عن حزب المصادر اللي يعني فيه ناس بانصحوا رجع له هيدا رجع ما ترجع له هيدا اجمالا انا بعتاد الكتاب كان له صدى صدى لا بأس به يعني فيه شخص انا بعرفه من فلسطين مثلا اشترى للكتاب اونلاين وطلع وحكي معي تواصل كان الكتاب عاجبه والكتاب مثلا تذكر اشتروه جامعة الاسكندرية وبعتولي يعني اشادة فيه للكتاب انا شخصيا بعتقد اليوم طبعا الواحد هذا اول كتاب انا نشرته مع الوقت ومع خبرة الخبرة اللي بيكتسبها الشخص ومع اطلاعه الاكبر بعتاد فيه شغلات ممكن اتوسع فيها شوي اكتر وفصل فيها اكتر بالكتاب عدا عن هاك يعني بتصور كتاب لا بأس فيه يعني اول شهاتي مجروح حتى لو علتك يعني ب tragen الاكترا بالكتاب ظهر ي отдель soon بذión اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة